مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وخبر جديد والحلقة الثالثة من برنامجكم أو السلسلة التي تعودتوا عليها سلسلة كلام من الآن سؤال حلقة اليوم كان شو هي أفضل أغنية يوتيوبر بالنسبة لإليك فكتير من الكومنتات والرسائل وصلتنا عبر الفوست اللي نشرناه على حسابنا على اليوتيوب فخلونا نشوف هلأ كومنتاتكم وأجوبتكم عدد كبير من الناس علق أنه أغاني نارين بيوتي من أجمل الأغاني بالنسبة لإليهم لأنها دائما تعطيهم طاقة إيجابية وأبرزها موجهة لإليهم مثل هذا يا سيدي اللي كانت شكر لإليهم بمناسبة واحد مليون مشترك وعيش حياتك اللي بتنصحهم بالعيش بالحياة بدون التفكير السلبي وينبسطوا بألشي عملهم فأي آر كتبت أغنية نارين بيوتي عيش حياتك لأن أغنية عم بتقلك كيف تعيش حياتك وتكون مبسوط وما تفكر بأي شي ممكن يزعجك وكمان لأن كتير بحب نارين وأغانيها وحدة كتبت هلا يا سيدي لأن لحنها وكلماتها بجننه وهدوء الليل كتب عيش حياتك أغنية نارين بيوتي لأن هي تتكلم عن أنه لا تفكر بالماضي فكر باليوم وعيش مبسوط أما زهراء كاتم فكتبت أغنية هلا يا سيدي لأن ما فيها إساءة ولا قصف جبهات وكتير محترمة أما سليمة أيج كتبت أنا أحس كل أغاني نارين بيوتي حلوة مفيدة مثل هلا يا سيدي وعيش حياتك تحية من الجزائر أما باركوت كتب أغنية عيش حياتك لأنه معاني كلماتها والفيديو تبعها بيدلك على الحياة الجميلة والراحة النفسية وتستغل كل تقيقة بحياتك وتعمل شي جميل وهادف وإلو معنى أما عن أغاني دايلر فشاف الناس أنه كلماتها كتير حلوة وإلها معاني كتير وركزوا على التصوير والمنتج الاحترافي فغفران محمد كتبت أغنية دايلر ودي بيقات آسف كلمات الأغنية حلوة والتصوير والمنتج حلو أما ملاك اسماعيل فكتبت دايلر آسف كتير حلوة وتحرك المشاعر كتير كتير حلوة ولحن الموسيقى حلوة الأغنية كلها على بعضها حلوة أما ساند كتب دايلر جريمة لأن اللحن حزين والغنية حزينة وجميلة مرة وأصوار The Queen كتبت دايلر جريمة لأنها بتحكي عن الظلم وحزينة وبتقارب أغلب قصص الحقيقية أما كيمشيم كتب صاموني صاموني لأنها أول أغنية لدايلر أما جيني كتبت أنا آسف لدايلر لأن أحسه فضفة كل اللي عنده أما ميرا كتبت أغنية دايلر جريمة صراحة كتير حبيت الأغنية لكلماتها والمعاني المخفية اللي فيها ولأنها حزينة ونغمتها هوها رغم أن أغنية عزة زعرور جديدة إلا أنها حققت نجاح كتير كبير وعدد كبير من الناس عبر عن إعجابه وحبه لإرهام فمريم كتبت أغنية بيلا تشاو بصوت عزة زعرور وذكريات لا تموت كتب عزة زعرور بيلا تشاو لأن أحسها تتكلم عن الحرية أو المقاومة والوردة البيضاء كتبت أحب أغنية عزة زعرور بيلا تشاو لأن كلماتها حلوة والعزف حلو أما الناس اللي تحب أغاني الطاقة الإيجابية والحياة الحلوة أعجبت بأغنية بيسان اسماعيل خليك مبسوط فأحمد الطائي كتب أغنية خليك مبسوط تبع بيسان اسماعيل لأنه حلو لحنها أغنية من بسط لما بسمحها وتعبر عن كتير أشياء وتعطيك تفاؤل في الحياة ونرجس البيضاء كتبت أغنية بيسان اسماعيل خليك مبسوط لأن تعبر على أنه مهما صار بحياتك ابتسم أما زينب الطائفة كتبت بيسان اسماعيل خليك مبسوط أغنية جميلة وحلوة وتخليني من صدق مبسوطين أنت تجنن إياد استمر يا مبدع بحبك شكرا كتير لإلك زينب أما ديستراك عبدالله وعبدالعزيز أبهر الناس بكلماته اللي إلها معنى كتير كبير وراها قصة خلافهم مع أختهم خلود فميما كتبت أغاني سعودي ريبورترز وخاصة الديستراك الجديد وميموان كتب أغنية ديستراك على خلود لسعودي ريبورترز والمصمي مارينو كتبت سعودي ريبورترز ييجي ولا مايتي لأن مختلفة عن بقية وحماسي أما ديما كتبت ديستراك باي باي خلود لسعودي ريبورترز لأن فيها كمية قصر هائلة وأنا بحب القصر الأكشن والحماس والرقص والإيقاع الموجود بأغاني أوزيكس تيك توك وويكيويكي أعجب الناس وعبروا عن رأيهم فيه بهالكومينتات فعراقية وأفتخر كتبت أغنية أوزيكس تيك توك كتير كلمات الأغنية والمونتاج والتصوير كتير حلوة الغنية حتى كل يوم أسمعها أما أكسابليس فكتبت أحب أغنية أوزيكس وويكيويكي وتيك توك لأنه أكشن أما ملاكلي الإبداع فكتبت أغنية أوزيكس تيك توك الصراحة جدا حبيتها وهنا نكون وصلنا من نهاية الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك مشاهدة توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر شوفكم بحلقة جاية وفيديو جاية وأخبار جاية باي باي